معنا على الهوى على طول أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي مساء الخير يا شريف وقلنا يعني النهاردة أخبار إيه وقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي مساء خير كابتن هاني تحياتي ليك ولضيفك الكريم الصديق العزيز والناخد رياض الكبير والستاذ محمود صبري ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي في كل مكان الحقيقة أن مجلس إدارة النادي الأهلي انعقد اليوم في مقره بالجزيرة برئاسة كابتن محمود الخطيب وبحضور كل أعضاء مجلس الإدارة باستثناء المهندس خالد مرتجي المسافر إلى خارج البلاد والحقيقة كان على مائلة البحث مجموعة وجملة كبيرة جدا من الموضوعات المجلس التأم في الخامسة انتهى بعد الحادية عشر أكثر من ست ساعات خلينا أقول لحضرتك أبرز هذه القرارات واللي جاءت في اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير في 29-2020 بالموافقة على تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليكون يومي 23 و24 نوفمبر القادم بدل من 27-28 من نفس الشهر وده وفقا للقرار السابق لمجلس الإدارة بجلسته الخامسة عشر العادية المنعقدة بتاريخ 16-29-20 وده بعد منقشة موعيد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا اللي بتتغير طبعا بين الحين والآخر وحتى لا تتعارض الجمعية العمومية مع موعد النهائي النادي الأهلي طبعا هيكون أحد طرفي هذه المباراة المهمة كل أمنيات الطيبة إن شاء الله بالفوز لفريق النادي الأهلي وتحقيق أمال وطموحات الجماهير جماهير بالبطولة التسعة بإذن الله كمان اعتمد مجلس الإدارة أيضا قرار بالتمرير التخذ في 13-20-20 على عدم إتمام التعاقد مع لعب الكرة الطائرة المحترف وهو فابيو رودريجز لسنة 2021 بناء على رغبة الجهاز الفني بسبب إصابة اللاعب وتم التعاقد مع لعب بديل كندي الجنسية هو سيستو رايموند كلاعب محترف للكرة الطائرة خلال فترة من 1-11-20-20 حتى 1-6-2021 يعني 8 شهور كمان تم النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1-7-19 حتى 30-26-20 وبرنامج النشاط وخطة العمل المالي الجديد وتقرير المراقب حسابات كل ده عشان يُعرض على الجامعة العمومية إن شاء الله كمان تم عرض الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية تمهيدا أيضا للعرض على الجامعة العمومية والتقرير المالي كمان من 1-7-19 حتى 30-26-20 وكمان مشروع الموازنة المقترح للعام 2020 كانت مجموعة من القرارات التي اعتمدها مجلس الإدارة كمان في موضوعين مهمين جدا يتعلقوا بالحقيقة رغبة النادي الأهلي في أن يظل في المقدمة وقائد ورائد المنظومة الرياضية بإدارته الرشيدة والحكيمة الأول ما يتعلق بالمتابعة الدقوبة والدقيقة لأعمال الإنشاءات غير المسبوقة اللي بتتم الحقيقة في النادي الأهلي سواء في المقر الرئيسي أو في فروعه المختلفة النهاردة وفيما يتعلق بالفرع الرابع للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة اللي يقام في التجمع الخامس المهندس سامح علي كامل أدم عرض عظيم جدا يتعلق بمعدل الإنشاء في الفرع بعد ما تم الانتهاء من البنية الأسية تماما المرحلة الأولى اللي تم اعتماد 98 مليون جنيه لها الحقيقة وبتشمل أكاديمية لكرة القدم بالإضافة للمبنى اجتماعي وملاعب سلة وطيرة ويد والأسوار والبوابات كل ده إن شاء الله يخلص في شهر 6 ويتم افتتاح الفرع المجلس كمان كان حريص النهاردة أنه يلحق المرحلة التانية بالمرحلة الأولى علشان يكون فيه تواصل واعتمد للمرحلة التانية مبلغ كبير جدا للانتهاء من كل الإنشاءات وبالتالي يقدر أعضاء الفرع القهيرة الجديدة لاستمتاع بمنشآت النادي المقام على 50 فدان في مكان متمايز جدا المبلغ اللي تم اعتماده قد إيه هو 225 مليون جنيه المرحلة التانية كمان هيلحق بيها إن شاء الله إن شاء الله مجمع حمامات سباحة كبير وبالتالي تكتمل منظومة فرع القهيرة الجديدة المقام في التجمع الخامس ليكون أيضا صرح رياضي كبير يضاف إلى منشآت النادي الأهلي بالإضافة إلى ما يتم الحقيقة من جهد دقوب في الفروع المختلفة تابعا مدينة نصر واللي حصل فيها الشيخ زايد والنهضة اللي فيها من سكواش وكاراتي ومبنى اجتماعي وشهر عقاري وغيره بالإضافة للجزيرة اللي هيتم افتتاح البوابة الرئيسية بيها في شارع صالح سليم المطلع على مرسى النادي الأهلي يوم 15 فبراير يعني بعد أقل من أسبوع من الآن في إطار التطوير اللي بيشهده النادي وفي إطار إلزام مجلس الإدارة الحقيقة لنفس تنفيذ خطة النادي الأهلي وبرنامج عائلة النادي الأهلي في نفس الإطار الحقيقة برنامج عائلة الأهلي المهندس محمد سراج كان عنده مشروع اشتغل عليم تكليف من كابتن محمود الخطيب يتعلق بالإدارة الرياضية وإزاي نتعاون مع كبريات الجامعات وده دور النادي الأهلي ومسؤوليته الحقيقة في رفع الثقافة لدى العاملين في الوسط الرياضي وتقرر البدء في إعداد مشروع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة ريال مدريد في إسبانيا يتعلق بتدريس برامج في مجال الإدارة الرياضية المختلفة وتمنح شهادات للمنضمين لهذا البرنامج وده الحقيقة موضوع في غاية الأهمية وبيؤكد حرص النادي الأهلي على الأخذ دايما بأسباب التقدم العلمي وإيمانه بأن الرياضة أصبحت صناعة مهمة جدا وعلم كبير يمكن الاستفادة منه ورفع الحقيقة المستوى التعليمي والثقافي زي ما قلنا في الوسط الرياضي وتحقيق أيضا عائد استثماري من خلاله ويعني فكرة التعاون مع جامعتين الحقيقة بيشار لهم بالبنان على مستوى العالم مش بس في منطقة البحر المتوسط الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكمان جامعة ريال مدريد بإسبانيا ده عمل عظيم وهو ده يعني دأ بالنادي الأهلي وعادينا به الحقيقة وبإداراته المختلفة اللي بتضع دايما في المقدمة من المتوقع بدء تدريس هذه البرامج والإعلان عن كل تفاصيلها وتوقيع البرتوكول يعني في مطلع العام القادم أو في منتصف العام القادم منتصف العام القادم يتم البدء للدراسة لكن التقديم هيكون قبل كده إن شاء الله موضوع أخير وهو الخاص بالأضويات يمكن جمهورنا وأعضاء النادي الأهلي كانوا فاكرين أنه كان فيه قرار للجامعة العمومية المنعقدة العام الماضي بالموافق على المقترح اللي قدم بشأن رفع قيمة الاشتراك العضويات في النادي الأهلي سواء العضوية العاملة اللي هي 500 ألف جنيه حاليا أو عضوية الفروع الشيخ زيادة كمية 75 ألف وفرع القاهرة الجديدة في التجمع والخامس 200 ألف الحقيقة أنه سيتم العرض مرة أخرى على الجامعة العمومية جياحة كورونا الحقيقة دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ قرار عظيم جدا للتسهيل على الناس في ظل قلة الموارد والظروف الاقتصادية اللي مرت بها مصر والعالم كله بإرجاء تنفيذ هذا القرار كان مفترض أنه يطبق هذا العام فكان فيه موافقة وأيضا الجهة الإدارية وفقت على طلب مجلس الإدارة بإرجاء تنفيذ هذه الزيادات المجلس تقدم بمقترح للجامعة العمومية القادمة على أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادات اعتبارا من 1 إبريل 20-21 فبالتالي عندنا تقريبا أربع شهور لمحب النادي الأهلي والراغبين في الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي أن هم ينضموا خلال هذه الأربع شهور بالأسعار الأديمة اللي هي 500 عضوية كاملة 175 شيخ زايد 200 القاهرة الجديدة أو التجمع الخامس طيب الوضوات الجديدة هتكون إزاي؟ العضوية العاملة الكاملة هتكون 750 ألف جنيين المؤهر العالي ما دون المؤهر العالي مليون جنيين الشيخ زايد هيبقى 250 ألف جنيين بالنسبة للمؤهر العالي ما دون المؤهر العالي 600 ألف جنيين وأيضا القاهرة الجديدة نفس الرقم 250 ألف جنيين للمؤهر العالي و600 ألف لما دون المؤهر العالي هذه الزيادات المفترض أن الجامعة العمومية هتوافق على تطبيقها على مقترح مجلس الإدارة اعتبارا من 1 أبريل 2021 والحقيقة أن هذه الأرقام غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لأن الحقيقة أن القانون والدولة أقرت ضريبة قيمة المضافة على هذا النوع من الاشتراكات وهو حق للدولة بيضاف نسبة 14% لهذه المبالغ شاهد في هذا الأمر أنه كان فيه الحقيقة رغبة ملحة لدى الكثيرين من أعضاء أعضاء الأسرة المصرية أن يصبحوا أعضاء في أسرة النادي الأهلي وينضموا إلى عضوياته المختلفة سواء العضوية العاملة أو عضويات الفروع فبالتالي عندهم فرصة كبيرة خلال الشهور الأربعة المقبلة أنهم يستفيدوا من العروض الموجودة ومن التأسيط وكمان من الاشتراكات القديمة لأنه بدأ من 1 أربعة هذه الأرقام ستزيد بالنسب اللي قلنا عليه أخيرا مجلس الإدارة عشان أسيبكم تستكمله يعني الحقيقة حواركم الراقي في إطار تقليد أيضا داخل المجلس وزي ما بنقول عائلة الأهلي دايما والجميع على قلب رجل واحد في عدد من أعضاء مجلس الإدارة كان تاريخ ميلادهم أو عيد ميلادهم في شهر نوفمبر وهم السيد الأستاذ العاملي فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة دكتور مهند مجدي والنائب محمد الجرحي اللي بنهني الحقيقة بيفوزوا في انتخابات مجلس النواب كان عيد ميلادهم النهاردة والمجلس كان حريص بقاية الكابتن محمود الخطيب أنه يعني ينظم ليهم احتفال رقيق على هامش اجتماع مجلس الإدارة ده كل اللي عندنا النهاردة الحقيقة بعد اجتماع مجلس الإدارة بشكركم وكلنا أذن صاغية لمتابعة البرنامج وفقراته المختلفة أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي بنشكرك شكرا جزيلا